يقول السائل سلمك الله هناك من اعتبر الندوات والمؤتمرات التي تقام بين المسلمين والكفار من باب الموالاة والمظاهرة للكفار وأن هذا كفر مخرج من الملة فهل هذا القول صحيح وبما تتوجهون هذا فيه تفصيل إن كان القصد أننا نرضيهم وتصالح معهم وأن ديننا صحيح ودينهم صحيح ولا أحد يخطي على أحد هذا كفر بلا شك هذا يرده كفر لأننا رضينا بكفرهم وأقررناهم عليه أما إن كان القصد بيان الحق إن بيِّن لهم الحق دين الإسلام وبطلان ما هم عليه فهذا صحيح هذا جيد إقامة الندوات لهذا في أجل إظهار الإسلام وبيان الحق ورد الباطل هذا مطلوب قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم فلا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون إذا كان القصد من هذه الندوات ترضيتهم وأنهم على دين حق كما يقول بعضهم إن كل الأديان صحيحة إن اليهودية والنصرانية والإسلام ثلاثة الأديان صحيحة وكلها توصل إلى الله هذا كفر لأنه ليس هناك دين إلا دين الإسلام وما عداه فهو كفر ومنسوخ بالإسلام ولا يجوز العمل به بعد ظهور الإسلام فلعبد من هذا التفصيل نعم